أحب الشيكابالة على مستوى شخصي ويعني السن ده بيلعب وعنده الروح وبيدي دفع لزميله في الملعب وعنده الجمهور بس ما كنتش عايزي مبارح تبقى النهاية كده الشيكابالة بصراحة يعني بحبك آه بس انتقدك في هذا التصرف مبارح ما كانش أبدا ينفع أبدا أبدا احنا بنلعب مباراة وخلاص هو النهاية الكاس وخلاص الماتش خلص ومباراة وكان قدامك وعندك الجزيري يعني ما كانش انت تأتيب على الجزير اللي هو ضيع الزمالك النفوز مبارح يعني موضوعك انت تروح لجزيري ازاي ضيع كرة زي كده يعني لو واحد لسه بيقالب برياضة كان يسجل الجون الجون فاضي الجون فاضي قدامه سجل في أي مكان انت عايزه هو ده اللي كانت تعمله ولكن بعد المباراة ما كانش يبقى فيه لقطة يعني مش لطيفة أقل حاجة قدر أقولها لقطة ليست يعني ما تخرجش من الشيكابالة ولا تخرج من أي حد احنا دايما بنتكلم على ايه الروح الرياضية نتقبل الهزيمة وانت كبت النادي الزمالك وتلاعب كبير ولك تاريخ كبير وعندك جمهور كبير بيحبك فعشك وتتعمل آخر لقطة ما كانش يعني ما كانش ينفع أبدا تحصل خالص لان انت شيكابالة واحنا وده نادي الزمالك الكبير مع مجلس إدارة مختلف مجلس إدارة برئاسة كابتن حسين لبيب مجلس متميز جدا جدا وبالتالي زي ما يقول كده ما صدقنا تعود الروح الرياضية يعود التوافق والوفاق وما بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي ودي الروح اللي احنا دايما عايزينها مش عايزين مطش يعكر صفه العلاقات أبدا خلص المطش ألبنا الصفحة دي مع السلامة شكرا مبروك للأهلي وخلاص ونفكر في اللي جاي عندنا مطشات في الدوري خلاص وعندنا مطشات في أفريقيا والأهم من كل ده عندنا المنتخب فانهم دايما حرصين على كمان العلاقة وعلى المنتخب لم يعجبني بالأمس عبدالله السعيد ما حاجبنيش خالص عبدالله مش ده عبدالله السعيد